قالت وسائل إعلام أمريكية إن مساعدي ترامب نصحوه بتعليق التوقيع على مذكرة حظر نكهات السجائر الإلكترونية وحذروه من أن ذلك قد يؤثر على فرص إعادة انتخابه في بعض الولايات الرئيسية العام المقبل ونقلت الصحف عن مصادر مقربة من الرئيس ترامب قوله خلال رحلة إلى تجمع في كينتاكي يوم الرابع من نوفمبر إنه برر هذه الخطوة بأن الحظر قد يتسبب في إغلاق المحلات التجارية وفقد العديد من الوظائف ولقي تجميد القرار ترحيبا من جانب الشركات المنتجة لهذا النوع من السجائر التي اتهمت بتسبب منتجاتها في إصابة المستهلكين المراهقين وأشاد بهذه الخطوة وقد أعرب ترامب عن قلقه بشأن هذه القضية في 11 سبتمبر الماضي وقال إنه لا يمكن السماح بهذه السجائر الإلكترونية التي تتسبب في مرض الشباب على وجه الخصوص ويبحث ترامب عن إجراءات أخرى لمعالجة هذه القضية مثل تحديد الحد الأقصى للسن القانوني وهو 21 عاما لشراء منتجات السجائر وهي قاعدة لا تنفذها حاليا سوى 18 ولاية من 50 ولاية وقد أدت أزمة السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة إلى إصابة 2000 شخص ووفاة 42 آخرين